قبل ما أقدم الفقرة الحوارية لازم يعني في مقدمة عايز أشرحها للسادة المشاهدين عشان في بعض المفاهيم اللي أغلب السادة المشاهدين ممكن ما يكونش عارفها الرياضة أو عمتا النشاط الرياضي بينقسم لثلاث فروع الفرع الأول هو الأصحاء اللي هو الدوري كرة السلة دوري كرة الطائرة رجال وسيدات كأس العالم رجال يد كل الألعاب الأصحاء دول نشاط وده وضع طبيعي يكون الأكثر والأكبر لأن دول النسبة الأكبر يعني الفرع الثاني هو البراليمبي البراليمبي بيبقى بشكل كبير بيبقى من الأصحاء ولكن عنده إعاقة جسدية يبقى النشاط البراليمبي هو النشاط الثاني طبعا الأسوياء اللي في الأول أو الأصحاء ليهم لجنة أولمبية اللجنة أولمبية المصرية طبعا برئاسة مهند شام حطب ده الفرع الأول الفرع الثاني زي ما قلت لحضراتكم وهو البراليمبي أصحاب الإعاقة البدنية وعلى فكرة بتبقى درجات يعني مثلا شخص أو يعني طفل من الأصحاء عادي جدا وتعرض لحدثة مثلا فحصل مثلا بعد الشر يعني بترف أحد يعني أطرافه مثلا حد ولد وتعرض لشال أطفال يمكن الأجيال الجديدة الحمد لله مصر اختفى منها بشكل كبير مرة شال الأطفال ولكن ممكن في الأجيال القديمة كان موجود شال الأطفال حد عنده طرف أطول من طرف حد عنده مثلا شد في كتفه وعملت دراعه مثلا بشكل معين ده بيبقى من الأصحاء ولكن تعرض لأعاقة بدنية وبالمناسبة بتبقى درجات يعني اللي عنده مثلا زي حمدته مثلا في تنس الطاولة ما عندهش تولد من غير طرفين ولكن بيلعب تنس الطاولة بيبقوا وشفناه وكان ضرفنا في قناة النادي الأهلي وأحد الأهلوية الكبار يعني فإذا النشاط البراليمبي بيبقى إعاقة بدنية هنروح للنشاط الثالث عشان كثير من السادة المشاهدين حقيقة كان بيسألنا كنا عايزين نتوقف على ده عشان نشرحه النشاط الثالث وهو الأولمبيات الخاصة الأولمبيات الخاصة دي عبارة عن برضو أشخاص ولكن عندهم إعاقة ذهنية يعني ولد عنده تأخر شوية في العمر الذهني عنده بعض المشاكل ذهنية وبرضو بيبقى درجات وده بيتبع ليه أن الأولمبيات الخاص بالمناسبة طبعا الأولمبيات الخاص هو منظمة بتدير هذا الموضوع وهدفها هو الدمج دمج يعني إيه؟ يعني الطفل اللي عنده إعاقة ذهنية لابد من دمجه مع المجتمع من خلال بوابتنا الرياضة كان زمان أي أب أو أي أم بيكون عندهم مشكلة أنه بتولد لهم طفل كده بيبتدوا يخافوا عليه يحطوه في البيت يعني ما يعرضوش للمجتمع بيخافوا عليه تعامل أو حد يتنمر عليه نهاردة الدولة المصرية الحية وفارت اللي عندهم بيت الخاصة دي عشان ندمج ولادنا وأخواتنا أصحاب الهمم من الإعاقات الذهنية جوى المجتمع وبالمناسبة بيبقى تابع لوزارتين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن وده وضع طبيعي جدا لأنه ليه شق بعد اجتماعي وليه بعد رياضي فهنا أنت محتاج الوزارتين بكل أدواتهم وأذرعهم المنتشرة على يعني جمهورية مصر العربية كلها عشان ندمج هؤلاء الأبطال أصحاب الهمم جوى المجتمع طيب المقدمة دي أنا بقولها ليه؟ قلت التلات فروع لأن احنا الحمد لله رب العالمين في خلال برنامج الأبطال كان دايما ضيوفنا من التلات فروع الأصحاء دايما والبراليمبي اللي بيتباع لللجنة البراليمبية المصرية وده ليهم طبعا البراليمبية بتبقى دايما بتتعامل مع الأولمبي يعني باريس 2024 في البراليمبي برضو 2024 في باريس الأولمبيات الخاصة كان الأولمبيات بتاعتهم في برلين شهر 6 اللي فات وإحنا جبنا أخبار كتير عنها واسمها الألعاب العالمية هي البطولة بتبقى اسمها الألعاب العالمية وكان لها بطولة عالم في برلين وشارك فيها عدد دول كبيرة جدا وشاركت مصر ببعثة شاركت فيها مصر ببعثة كبيرة وحققنا فيها رقم خيالي من الماديليات والحقيقة للأسف مش هتلاقي برامج كتير تكلمك عن ده بس هنا دورنا كبرنامج الأبطال بالرغم أنه ممكن يكونوا اللعيبة الأبطال دول مش في النادي الأهلي ومش لعيبة في النادي الأهلي ولكن دول اللعيبة مثلة مصر وولادنا وإخواتنا اللي هم كان معنا هنا عشان برنامجنا هو برنامج الأبطال أيا كان انتماؤه وأيا كان هو بيحب نادي إيه أو بيشجع نادي إيه وفي الآخر مثل مصر وجاب مديليا المصر 49 مديليا مصر حققتهم في اللومبيات العالمية دي في شهر ستة فالنهاردة بنستضيف مجموعة من هؤلاء الأبطال موسيقى